سيدي الشيخ نأخذ سؤال من مواقع التواصل الاجتماعي وسؤال يعني يريدنا عبر ميل البرنامج حكم شخص يريد أن يعتمر على ميت بالرغم من أن هذا الميت سبق له أن اعتمر من قبل نعم هذه العمر عن الغير هي جائزة بشرط أن الإنسان هو يعتمر هو عن نفسه يعني الإنسان لما أريد أن يعتمر عن غيري أكون أنا قد اعتمرت عن نفسي فيجوز لا أن يعتمر على غيري وقد جاءت لحديث التي تدل على ذلك منها حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرما فقال ومن شبرما قال أخلي أو ابن عم لي مات ولم يحج قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما وكذلك المرأة الخثعمية التي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عن أبي قال حج عن أبيك واعتمري فأخذ من العلماء جوازا يعتمر الإنسان عن الغير لكن بشرطا يكون هو اعتمر عن نفسه سواء كان هذا الغير اعتمر من قبل أو لم يعتمر فيجوز لك أن تعتمر عنه ولا حرج في ذلك وكذلك الحج يجوز لك أن تحج عنه بالاستنابة بشرطا تكون أنت حججت عن نفسك فهذا لا إشكال فيه ولا حرج وهو أمر جائز وفيه أجر عظيم وإن كان العلماء يختلفون هل يصل ثوابه إلى الميت أم لا يعني بعض العلماء يا ربي أنه يصل ثواب العمرة والحج إلى الميت بعضهم يا ربي أنه لا يصل إلا النفق والدعاء يعني النفق التي أنفقتها في العمرة ثمن التذكير والفندق والأكل والشرب وغيرها والتنقلات أيضا التعب ربما مرت يهد نعم والدعاء كذلك مثل ما قال شيخنا خليل بن إسحاق المالكي قال وَلَا يَسْقُطُ فَرْضُ مَنْ حُجَّ عَنْهُ وَلَهُ أَجْرُ الدْعَاءَ وَالنَّفَقَ و لا يسقط فرض من حج عنه و له أجر الدعاة و النفقة يعني الإنسان إذا حججت عنه فرضا فإنه لا يسقط عنه الفرض لكن له أجر الدعاة و النفقة فالنفقة التي تنفقها في العمراء و الحج تصل و كذلك الدعاء إذا دعوت له يصل و الإمام مالك رحمه الله تمسك بقوله تعالى و أن ليس للإنسان إلا ما سعى هذه الآية تمسك بها الأصل أن الإنسان هو يعمل و عماله بنفسه لكن إذا الناس عملوا لك عمالا بالنسبة للدعاء و الصدق هذا باتفاق العلماء يصل لكن اختلفوا في القراءة القرآن هل يصل توابه للميت أم لا اختلفوا في الحج و العمراء و اختلفوا في الصيام و اختلفوا في كثير من القضايا و بر الوالدين أو بر الوالدين بعد موتهما يبقى مستمرا كذلك قال رسول الله هل بقي من بر الوالدي شيء أبرهما بعد موتهما قال الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما و الإكرام صديقهما و إنفاد عهدهما و صلة الرحمة التي لا تصل لبهما نعم نتوقف عند هذا الحد سيدي الشيخ لنختم بدعاء لأم جد التي طلبت منها الدعاء و لجميع المرضى المرضى على المسلمين و أيضا إلى الجزائر نعم نسأل الله عز وجل أن يسر أمرها و يفرج همها و يقضي حوائجها نسأل الله عز وجل أن يلبسها باللباس و صحة و العافية و نسأل الله عز وجل أن يشفيها و أن يرفع عنها البأسة و الضراء إنه سميع مجيب الدعوات كما نسأل الله عز وجل أن يقضي حوائج المسلمين و أن يرفع الغبن عنهم و أن يوسر أمورهم و أن يفرج همهم إنه سميع مجيب الدعوات شكرا لك برك الله فيك سيدي الشيخ و مشاهدي الكرام وصلنا إلى الختام نلقاكم في العدد المقبل من هذا البرنامج الأسبوعي الإفتاء شكرا على تواصلكم و شكرا على متابعتكم تقبلوا تحياتي و تحية الفريق التقني العامل معي السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة